عقدت جامعة الدول العربية اجتماعا طاريان على مستوى المندوبين الدائمين بشأن القضية الفلسطينية ويأتي هذا الاجتماع الطاري الذي عقد بناء على طلب من المندوب الدائم لدولة فلسطين مهند العاكلوك بهدف بحث سياسة ومواجهة جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الإسرائيلية على قطاع غزة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة اشتركوا في القناة